السلام عليكم وعملين يا شباب جونيور فور معنا في الفيديو ده جنرال اكسروسايزز تدريبات عامة on unit 7 على الوحدة السبعة اللي هي اول unit في الترمي التاني ندخل الوقتي على السؤال اللي هو بتاعة choose the correct answer يعني اختار الاجابة الصحيحة from a, b, c, or d طيب السؤال ده بنحله ازاي السؤال ده بنحله عن طريق ان احنا بنقرأ السؤال كامل لغاية الاخر ما تقراش نص السؤال وتقول له ده خلاص انا عرفت الاجابة لأ لاني ممكن الجزء التاني يغير الاجابة اللي كانت في ذهنك تمام يبقى تقرأ السؤال كله وقلمك في ايدك كده وتخطط تحت الكلمات وتكتب فوقها معناها انتفقنا؟ يلا بينا when يعني عندما when يعني عندما the weather weather يعني الطقس اللي هو حالة الجو يعني when the weather is to to معناها جدا اخد بالي to اللي هي فيها اتنين o معناها جدا when the weather is to ايه؟ لما الجو بيكون ايه جدا I انا drink drink يعني اشرب اشرب cold water water يعني مية cold يعني باردة لما التقس بيبقى ايه؟ انا بشرب مية سقعة لما التقس بيبقى hot hot يعني ساخن cold cold يعني بارد hot يعني ساخن او حر يعني لما تبقى الدنيا حر rainy rainy يعني ممتر لازم احفظ الصفات المتعلقة بحالة الجو كويس rainy يعني ممتر snowy snowy يعني ممتر ثلج snowy يعني ممتر ثلج يعني الدنيا بتنزل ايه؟ ثلج يبقى امت انا بشرب مية ساعة لما التقس بيبقى ايه؟ انا سمحت بيقول لي hot ايوة برافو عليك hot يعني حر لما الدنيا بتبقى سخنة او حر بنشرب مية cold يعني باردة وي يعني نحن احنا ايه؟ easily يعني بسهولة easily يعني بسهولة easy يعني سهل adjective صفة يعني سهلة اللي هي easy لكن لما حطوناها ال y يبقى easily يبقى بسهولة انا بعمل ايه؟ بسهولة two different environments different يعني مختلف وايه كلمة environment دي احنا اخدناها بلكده اخدناها في درس من الدروس في unit 7 environment اللي هي البيئة تاني environment يعني البيئة environment يعني البيئة البيئة اللي هي اي حاجة كل حاجة حوالينا دي اسمها environment يبقى انا ايه؟ بسهولة مع بيئات او الى بيئات مختلفة بعمل ايه؟ احنا اخدنا كلمة كده الفعل يعني بييجي مع البيئة اللي هو الفعل يتكيف يتكيف يعني يقدر يعيش في البيئة ويعيش فيها كويس يعني ايه بقى يا شباب كلمة يتكيف برضو عليكم adapt 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 يعني يتكيف يبقى وي نحن adapt ان نتكيف easily بسهولة two different environments في بيئات او مع بيئات ايه؟ مختلفة يعني البيئة مثلا الباردة الانسان يقدر يعيش فيها البيئة الحرر يقدر يعيش فيها الحرر زي desert اللي هي البيئات الباردة زي Arctic regions اللي هي المناطق القطب الشمالي تمام؟ وهكذا طيب خش على بعده the a has يعني لديها او لديه water يعني مية sun شمس and fertile soil fertile soil يعني اه اللي هي ايه؟ fertile soil اللي هي التربة التربة الخصبة اللي ينفع يتزرع فيها طيب مين في دول فيها تربة خصبة ينفع يتزرع فيها وفيها مية وفيها شمس river river ده نهر ده مية ما فيهوش طربة دي دي مية Arctic region المناطق أو منطقة الكتب الشمالي منطقة الكتب الشمالي دي كلها تلجة شباب oasis oasis يعني واحة oasis يعني واحة desert desert يعني سحرة السحرة ما فيهاش مين بقى في دول من اللي احنا قلناهم فيها مية وشمس بصوا شباب ده دي مية نفسها مش حازلع في المية فخلاص مش عايزينها Arctic يبقى دي شكرا Arctic region منطقة الكتب الشمالي دي كلها تلج طبعا شكرا desert السحرة لا السحرة السحرة فيها sun بس ما فيهاش water ما فيهاش fertile soil يبقى مش عايزينها ايه بقى oasis oasis اللي هي الواحة دي بيبقى حتة أرض موجودة اه في السحرة الواحة بتبقى حتة أرض موجودة في السحرة بس حتة أرض مختلفة عن السحرة ربنا اه وجد فيها تربة الخصبة وجد فيها الشمس لان طبعا الشمس موجودة وبيبقى فيها مية المية دي مثلا بيطلع من البير يبقى بئر كده تمام اه ولذلك بيبقى فيها مثلا الواحة دي بيبقى فيها ناس عايشة فيها بياخدوا المية من البئر ويشربوا منها يشربوا الحيوانات اللي هما بيربوها هناك بيبقى مثلا في نخيل بيتزرع هناك وبيبقى في عشب يأكل منه تأكل منه الحيوانات وهكذا دي اسمها ايه أواسيس هي هو ستارتس ستارتس يعني يبدأ هو يبدأ ايه تو باري باري يعني يدفن بيبدأ يعمل ايه عشان يدفن the box السندوق under the ground under يعني تحت ground الارض طيب لو انت عايز تحط حاجة تحت الارض لازم تعمل ايه الاول ها انا سامع حد بيقول لازم نحفر يا مستر برافو عليك نحفر طب يعني ايه يحفر ديج طب يعني الحفر ديجينج اللي هي ديجينج يبقى هو يبدأ الحفر ديجينج ليه بقى to bury عشان يدفن the box السندوق under the ground يعني تحت الارض هي هو ايه in the village village يعني القرية in the village يعني في القرية where يعني حيث هي هو grew up يعني كبر تمام يبقى هو ايه هي ار طبعا هي مجيش مع ار he was اه طبعا هي ممكن تيجي مع ار was بمعنى كان اللي هي الموجي بتاعت is تمام فممكن اقول he is او he was he is يعني هو يعني هو يعني هو كان he were لا هي ما تجيش مع were he had هي ممكن تيجي مع had had معناها كان يملك هو كان يملك في القرية لما كان صغير ولا هو كان في القرية انهي الصح he was يبقى هو كان he was in the village هو كان في القرية حيث where he grew up هو ايه هو كبر يعني هو اتربى يعني اتربى في ايه في القرية طيب ندخل على الجزء اللي بعد هو يعني قعد ترتيب قعد ترتيب the words الكلمات to make عشان تعمل correct sentences يعني جمل وcorrect يعني صحيحة طيب بنحل السؤال ده ازاي بنقرأ كل كلمة ونكتب معناها فوقيها وبعد كده احاول ارتب الكلمات دي في مخي علشان يدوني جملة سليمة وبعد كده ابدأ اكتبها يلا بينا يلا بينا جرو يعني يزا ذا ذا دي ادى التعريف معناها الفارمرز فارمرز يعني المزارعون اللي هما الفلاحين يعني كروبس كروبس يعني محاصيل نير نير بالقرب من نايل اللي هو نهر ايه نهر النيل تمام اخد بالي من حاجة نايل ييجي معها ذا على طول اقول ذا نايل يعني نهر النيل طيب ما تشلا بينا المزارعون ما لهم بقى بيعملوا ايه اول ما تكتب اول ما تبدأ بالفاعل في بداية الجملة فاعل هو تحط بعده الفاعل على طول يبقى فاعل فاعل المزارعون بيعملوا ايه تسأل نفسك بيعملوا ايه فين الفاعل هنا بيزرعوا يبقى المزارعون بيزرعوا بيزرعوا ايه اكيد بيزرعوا حاجة بيزرعوا النيل ولا بيزرعوا المحاصيل يبقى بيزرعوا المحاصيل ايه بقى النيل ولا جنب النيل جنب النيل يعني بالقرب من النيل يعني بالقرب من وبعد كده النيل اللي هو وحطه بعد كده خش على بعده is يعني يكون climate يعني مناخ a هنشوف بقى هنا a دي يا شباب جئة دا بحطها قبل الكلمة المفرد يعني اقول ايه مثلا a car لو انا عندي كلمة مفرد يعني حاجة واحدة احط قبلها a a car a cat تمام a door باب وهكذا تمام what يعني ماذا temperate temperate يعني معتدل اسمها ايه temperate اسمها ايه تاني temperate طيب احنا خدناها كلمة temperate جي معا ايه لو تفتكروا لما قلنا مناخ معتدل temperate climate temperate climate يعني مناخ معتدل هو هنا بقى عايز يعرف ايه هو المناخ المعتدل دا فبيسأل عنه يبقى what ماذا is يكون ماذا يكون a لان هو هنا مناخ دا مناخ واحد يبقى مناخ معتدل اكتبها بقى ازاي climate temperate ولا temperate climate ها احنا قلنا الصفة بتيجي قبل الموصوف قبل الاسم انا بقى بصف مين بصف المناخ اللي هو climate عايز اصفه ان هو ايه معتدل يبقى temperate يبقى temperate climate تمام what is a temperate climate ايه هو او ماذا يكون المناخ ايه المناخ المعتدل تعالي ندخل على السؤال اللي بعده عندي هنا اه السؤال بقى لنا كتير محلنا هوج دا اه الهو read the passage اقرأ الفقرة and answer the questions وجاوب على الايه على الاسئلة السؤال دا بحلو ازاي بحلو عن طريق ان انا اه بقرأ ال passage كلها الفقرة اللي موجودة عندي وقلمي في ايدي اقوم جاي تحت كل كلمة انا شايفها ان هي مهمة احط تحتها خط وكتب معناها فوقيها last last يعني الماضي اللي فات والsummer يعني الصيف يبقى last summer الصيف الماضي ما له بقى الصيف الماضي اه i visited انا زرت i visited visit يعني زور الماضي بتاعها visited بخد الفعل حط له eg يبقى اي فيزتد انا زرت my grandparents my grandparents a very quiet place place يعني مكان وquiet يعني هادئ يبقى هي كانت مكان هادئ the air الهواء wasn't wasn't لم يكن لم يكن لم يكن ايه polluted ملاوث there there were يعني كان يوجد خد بالك there are يوجد المناطق والجرين خضراء يبقى كان فيه نباتات ومناطق خضراء كتير unlike my city اه ايه unlike دي بقى على عكس يعني مش زي my city المدينة بتاعتي the life الحياة هو اينا بقى بيكلم عن الحياة في المدينة is busy busy يعني مشغولة الحياة زحمة مشغولة ما عندنا شوق التفاضي خالص in it الحياة مشغولة فيها in my city في مدينتي the smoke smoke يعني الدخان covers يعني يغطي يغطي the sky sky يعني السماء there are يوجد a lot of cars الكثير من السيارات and trucks trucks اللي هي الشاحنات شاحنات العربات النقل يعني they are هما يكونوا very noisy noisy يعني مزعج اسمها ايه noisy اسمها ايه تاني noisy يعني مزعج هما مزعجين لهم cars and trucks i loved the country لما رحت يعني انا حبيت the country اللي هو reef the country يعني reef more يعني اكتر حبيت الريف طبعا اكتر من المجينة the life الحياة is good تكون جيدة for me بالنسبة لي in the country في الريف يبقى انا عندي the city المدينة with the country اللي هو الريف read اقرأ and write t يعني true يعني صح or f يعني false او غلط هنقرأ كل سؤال ونحط جنبه يا اما t يا اما ft t لو هي الجملة صحيحة f لو هي الجملة غلط يعني false the country the country is يكون very quiet quiet يعني هادئ انا سامع الناس بتقول لي ايوة صح صح ايوة برضو عليكم صح اللي هي t يعني true اجابة صحيحة لان الريف هادئ the stars النجوم cover بتغطي the sky بتغطي السماء in the city في المدينة النجوم هي اللي بتغطي السماء في المدينة ولا الدخان هو اللي بيغطي السماء يبقى جي ايوة يبقى جي جملة طبعا غلط f false the life الحياة is تكون busy يعني زحمة in the country في الريف الحياة زحمة في الريف لا طبعا يبقى f يعني false how was the air in the village how يعني كيف was يعني كان the air الهواء in the village in the village يعني في القرية في القرية الهواء في القرية كان عامل ازاي خد بالك من حاجة هو هنا بيقولك the air الهواء wasn't ما كانش polluted الهواء ما كانش ملوث ممكن اقوله the air wasn't polluted يعني الهواء ما كانش ملوث او بس ممكن اقول ايه ممكن اقول the air الهواء was كان عكس polluted ايه يعني نظيف يبقى الهواء كان ايه كان نظيف يبقى ممكن اقول the air wasn't polluted الهواء ما كانش ملوث وممكن اقول the air was clean الهواء كان نظيف نفس المعنى what ماذا makes يعني يصنع ايه اللي بيصنع noise دوضاء in the city في المدينة ايه اللي بيعمل دوشة في المدينة نرجع بقى هنا ايو اهي there are a lot of cars and trucks يوجد الكثير من السيارات والشاحنات they are very noisy هما يكونوا مزعجين يبقى مين اللي بيعمل الازعاج او الدوشة cars and trucks يبقى هقول cars سيارات and trucks و ايه وشاحنات هنقف لغاية هنا عايز كنت لوحدكم تحاولوا تعملوا السؤال ده السؤال ده شباب بنحله ازاي بنقرأ الجزء ده الاول ونترجم الجمل اللي موجودة وبعد كده بعد ما بنترجمها كلها بألمنا نرجع بقى هنا نقرأ الجملة دي ونشوف انهي واحدة فيهم من اللي احنا ترجمناهم تنفع تكملها اوكي هنقف لغاية تانا وعجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير للفيديو مع زميلك ولو لسه ما اشتركش في القناة على اليوتيوب اشترك اشترك فيها ولو لسه ما نضمتش على صفحتنا على الفيسبوك نضم ليها واللاتنين باسم مستر كنكت ولو عندك اي سؤال اكتبهولي في كومنت او ابعتهولي في ميسج وبس كده اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي وسلام